خلونا بالكورونا وحنقول لكم القرارات والتطور في هذا الامر لجنة أزمة الكورونا اجتمعت النهاردة والقرارات بخلاص مفيش موعيد للغلق الموعيد الساعة 9 دي موعيد خلاص تم إلغاءها وحنرجع تاني للعمل بالموعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم على أن يتم بدء تطبيق هذه الموعيد اعتبارا من أول يونيو الموعيد بقى زي ما احنا عارفينها أن الكل بيفتح من الساعة 7 صباحا وحتى 11 مساء فتح ده بالنسبة للمولات والمحلات التجارية موعيد فتح المطاعم والكافيهات والبزارات من 5 صباحا وحتى الواحدة صباحا يعني المطاعم خلاص تصعر لساعة 1 الصبح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية من 8 صبح وحتى السبعة مساء لسه هناك حظر لي الموالد وللسورادقات العزاء ما فيه سورادقات عزاء والأفراح فقط في الأماكن المفتوحة ولا توجد أفراح في القاعات المغلقة أفراح في الأماكن المفتوحة المؤتمرات والاجتماعات داخل الفنادق ممكن بالذات المؤتمرات ممكن ولكن بطاقة 50% يعني مثلا لو القاعب تاخد 300 نفر تبقى طاقة 150% طاقة 50% تجديد الإجراءات بحيث أنه إذا ما كانت هناك مخالفات هناك إجراءات مشددة على المخالفين المقهى أو المطعم يتم إغلاقه أسبوعين إذا ما تمت المخالفة طبعا التطعيم هو دلوقتي الحل الأساسي هو أن إحنا نطعم أكبر قدر وأكبر عدد من المواطنين بشكل كبير وزارة الصحة أكدت أنها ستبدأ في تسيير قوافل طبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى وفتح التطعيم لغير القادرين وتطعيم دور المسنين ومرضع الفشل الكلوي فالحقيقة أن إحنا عندنا عدد كبير من الإجراءات هنتكلم عليها بعد قليل